الغريب بقى ان اعلام الاندية الاخرى المنافسة حفظين مش فاهمين حفظين والله واحد طالع يقولك ايه والله العظيم اللي حصل ده انا بتكلم بجد مش بهزة اللي حصل ده بجد فعلا حصل لازم نروح للحكام او الحكم مباراة النادي الاهلي وفرقه الاخيرة يجب ان يتم احلته للتحقيق علشان ركلة الجزاء ركلة الجزاء ايه ركلة الجزاء يعني ايه ركلة الجزاء هو مباراة الاهلي وفرقه كان فيها ركلة الجزاء بجد والله العظيم الكلام ده تقال على احد الشاشات ناس حفظة سكريبت جاي محطوط قدامك قول الكلام ده اهدى بس شوي اهدى يا جماعة شوي قالك حسب ضرب الجزاء للاهلي مشكوك في صحيته ايه الحلاوة دي ايه الجمال ده والناس يعني فيه ناس للغريب الغريب ان فيه ناس مش جمهور الاهلي طبعا بعض من لايه وشجع اينات الاهلي بتصدق هذا الكلام ضرب الجزاء ايه انت مين وجاي فين وحفظوك ايه وسكريبت اللي محطوط قدامك لازم تقول الكلمتين دول اه الا هشدلك ودانك طبعا اللي بيقول الكلام ده اكيد معرفش هو من مصر ولا من برا مصر ولا مش عارف شفت مباراة مختلفة عن اللي احنا شفناها ضرب الجزاء يا فاندي انت هو هي انت تعرف يعني ايه كرة قدم ولا انت حافظ وخلاص هو الحقيقة الحقيقة يعني فيه كلمة قالت صحيحة الحكم يجب ان يتم التحقيق معا مش علشان جامل الاهلي في ضرب الجزاء زي ما تقال ولكن التحكيم في هذه المباراة جاء على النادي الاهلي كتير جدا جدا مباراة فارقه الاخيرة ولكن في النهاية الاهلي قدر يكسب بجهده